بصراحة أنا مكنتش متوقعة خصوصاً الأغنية نازلة بقالها سنة ونص وفعلاً هي أغنية كانت يعني تريند وحلوة وكل حاجة بس طبعاً مش بالطريقة اللي أنا شايفها دلوقتي لما نزلت مصر على فكرة هما كانوا بيبعثوا لي وأنا برا كانوا بيبعثوا بيقولي لي ده أغنية مكسرت دنيا مش عارفة بقولي ممكن عامزيني فرحوني بها فأوفر شوية بس فعلاً لما نزلت فعلاً يعني انبهرت بصراحة يعني حاجة حلوة قوي لا أنا مكنتش أصلاً حاجة حضرتك أنا جتني الأغنية قالوا لي لازم تغني الأغنية دي حلوة قوي أنا عجبتني فعلاً الأغنية أول ما جتني بس قلت نوية غنيها مش عارفة غنيها فأقنعوني أنه لازم تغنيها ومش عارفة إيه فعني زبطت معي وغنتها بس ما كنتش مواجهة حاجة لحد خالص أنا بقول دايماً الغريب في الأغنية دي إن هي أصلاً المفروض إن هي يعني مش بتهاجم بس هي بتعاتب الراجل صح؟ اللي بشوفه إنه الرجالة برضو مبسوطين فيها قوي فأنا مبسوطة إنه الحمد لله كله مبسوط أنا مش بحب أصنف يعني على الجنس يعني إنه ده ستات فهم كذا الرجالة فهم كذا لا هي شخصيات ممكن ستة تبقى كويسة جداً وراجل هو اللي نكادي ممكن الرجل يبقى كويس وستة يعني فهما بس يعني مش مش هي عشان هو راجل فهيبقى كده عشان هي ست فهيبقى كده لا مش فاكرة بس في حاجات كتير عجبتني يعني في حاجات كتير بتعجبني إن الناس كتير بيكتبوا لي إنه هما بيشغلوها وهم بيعملوا سبور في الجيم فدي حاجة بوصاني جداً أو الله يعني إنه يبتعمل لهم فاور إنيرجي فحلوة قوي فعجبني الكومنت ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر